السؤال الثاني بيقول عايز مشورة الشيخ في خاطب يحكي لأهله أي صغيرة أو كبيرة من شركة حياته وأي مشكلة يروح يحكي وبيترتب على كده كره الأهل المخطوبة مع أنه بيكون هو اللي غلطان بس مش بيعترف بدا وبيكابر إحنا دلوقتي عندنا صفتين واضحتين دلوقتي عند حضرتك يعني دلوقتي دي الصورة اللي عندك عن إيه؟ عن الخاطب الصورة الأولينية أنه هو شخص لا يحافظ على الأسرار طب إيه مشكلة أنهم يحافظوا على الأسرار عند المخطوبة؟ أنها بتحس وكأنها بتتعره أنا آسف يعني ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من شرار الناس يعني هي بتقول إيه؟ إذا كان دلوقتي هو وإحنا مخطوبين بيحكوا كل حاجة طب إحنا متجاوزين بقى وقتبقى لعباء والضغوط أشد هيعمل إيه؟ عن يجيبهم معايا ويعودوا معايا في غرفة النوم ده اللي بيحصل للبنت لأن البنت من أكثر الناس خوفة لأنها طول الوقت هي بتحافظ على سترها وبتحافظ على نفسها من أنها ينال لها أي شيء يخليها في حالة انكشاف طب ده معنى إيه؟ معنى أن المعنى ده كسر الأمان عندها يعني هي وبتسألني كده هي بتتكلم وهي حاسة دلوقتي بعدم الأمان وده مهم جدا لأن كتير من الناس وهم داخلين في مسألة الجواز ما بيقعاش عارفين أن إيه نفسية المرأة؟ أي حاجة ممكن تخدش الأمان عند المرأة فلازم يبقى مسألة التأمينة عالية جدا جدا وعشان كده حضرت النبي لما بدأ بالكلام في مسألة الرعاية ومسألة الحماية بدأ بالمرأة بدأ بالرجل فقال كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رعياتي الرجل راعن وفي نفس السياق برضو في حديث آخر قال استوصب النساء خيرا وتكلم رفقا بالقوارير ليه؟ لأن المرأة جدا 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 الأمان عندها بيتخدش وخلي بالك أن أول ركن من أركان الحب عند المرأة هو الأمان والقاعدة بتاعت الحب هي الأمان المرأة إذا لم تكن آمنة فلا تحاول أن تكون لها حبيبا فهي أول حاجة لازم تكون آمنة فلازم نكون فاهمين ده فأنا بقول إيه؟ في الحالة دي الشخص اللي بيحكي كتير يا أهل الصفاتين الشخص اللي بيحكي كل حاجة لأهله والصفة التانية أنه هو كمان مش بيعترفه بغلطه وبيكابر ده كمان يخلي المرأة سبحان الله ده كمان يخلي المرأة مش بأمان وكأن السؤال ده أعمل إيه في الخطيب اللي أنا حاسة بعدم الأمان معه؟ ولا حاجة إحنا هنعمل إيه؟ هنكلمه ونصرحه أن فيه صفتين قال إن الصفة الأولانية هو أن أنت بتحكي كل الحاجات تيارة لأهلك فسواء أنت شايف فيه مبرر أو ما فيش مبرر أرجوك امتنع عن الصفة دي شوف الصياغة سواء أنت شايف أن فيه مبرر تحكي لأهلك أو ما فيش مبرر سواء بتحاول تستشيرهم عشان هم أكثر خبرة أي حاجة امتنع عن الصفة دي فإذا امتنع خير ربيع ونعمة خلاص خلصنا من الصفة دي لأن بعضهم بيكونوا سزك مش فاهمين ولا حاسس إن هو ده حاس إن هو إيه اللي بيحصل؟ بيعرفهم عليك لا هو كده مش بيعرفهم ده بيفسد ما بينك وبينه الحاجة التانية إن إحنا نقوله نقوله لو سمحت لما يبقى فيه خطأ أنت مش هيدرك ولا هيقلل من رجولتك إن أنت تعترف بالخطأ وأنا أوعدك إن ده لو حصل إن أنا أبداً مش هايزيك بهذا الخطأ لو إنك اعترفت به ودي شيء مهم جداً جداً يا سادة إحنا النهاردة اتكلمنا مع بعض عن حديث من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتكلمنا عن حديث غزل الزات حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ثم بعد ذلك يتكلم على إن استقامة القلب واستقامة اللسان تخلي الناس تأمنك ولعل ده برضو مرتبط بآخر الأسئلة اللي احنا كنا نتكلم عنها النهاردة يا سادة أعظم حاجة أعظم دليل على الإيمان أن تكون سبب الأمان كونوا سبب أمان اللي حواليكم هو دوة اللي حضرت النبي قصده والمؤمن من أمناه الناس لازم نكون أمان للناس ومن أهم مصادر أمان الناس أمان اللسان اللسان سبب الوجع والآلام فإذا أمسكنا على سنتنا وجعلناها مستقيمة بالكلام الحسن أو بالدعاء للآخرين وخلينا نقول زي ما اسمعنا أن توأم الكلام الحسن هو الصمت المليء بلسان القلب وهو يدعو الإنسان لنفسه ويدعو الإنسان للآخرين ولكن بظاهر الغيب يا رب جعلنا دايما من أهل الاستقامة واجعل هذا خير علامة على الإيمان وعلى أننا من أهل الأمان يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اجعلنا أمانا لخلقك واجعل ألسنتنا مستقيمة بحسن الكلام واجعلنا من أهل وقولوا للناس حسنة وجمل أخلاقنا وجمل ألسنتنا بجمالك يا جميل يا رحيم يا أكرم الأكرمين